أما مجدي عبدالعاطي الكابتن كبير كابتن مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال الحمد لله على كل شيء مباراة للنسيان بدأنا المباراة بشكل سيء وقال أبلغت اللاعبين أن البداية كانت سيئة وتسببت في استقبال ثلاث أهداف بشكل مبكر اللاعبة كانت خارج تركيزها في أول عشر دقايق وده تسبب في الأهداف الثلاثة قال كمان أن احنا أحرزنا هدف وكنا نتمنى التعادل وهنا النادي الأهلي على الفوز وقال أن أنا بتحمل المسؤولية كاملة بسبب هذه الهزيمة بس قال بقى كمان حاجة يعني هو قال أنا أتحمل المسؤولية على هذه الهزيمة بس ما حملش طريقة اللاعب النهاردة المشكلة هو طبعا تكلم على أخطاء فردية وعدم تركيز لكن ما حملش الطريقة طيب لو مش الطريقة اللي غلط يبقى المدير فني ما يتحملش المسؤولية لكن بما أن الطريقة من وجهة نظره صح فخلاص يا هي صح يعني مش محتاجة تحمل المسؤولية اللاعب هي اللي غلطانة هو قال أنه هيركز أكتر في مباراة الإسماعيلي اللي جاية وأكيد الإسماعيلي هيبقى مركز جدا في هذه المواجهة مواجهة صعبة جدا لفارقه قدام الإسماعيلي زي ما هي مواجهة صعبة الإسماعيلي قدام كتير قوى عن الإسماعيلي النهاردة